انقضى اكثر من عامين على توقيع اتفاق سنجار بين حكومتي بغداد واربيل دون تنفيذ على ارض الواقع اذ لا يزال الاطار التنسيقي الموالي لايران يدعم بقاء ميليشيا حزب العمال الكردستاني المصنف ارهابيا في المدينة بل ويعرقل اي حلول لمشكلاتها الامنية والسكانية بحسب نواب في البرلمان وبمعية بقية الميليشيات التابعة لاحزاب سياسية يدفع باتجاه تثبيت وجود بيكاكا في سنجار ومنع اعادة معظم سكانها الى مناطقهم وفي المقابل لم تتحرك السلطات الحكومية لفرض القانون وايجاد الملاذ الامن لعودة المهجرين ورغم اعلان سيطرة القوات الحكومية على قضاء سنجار منذ عام 2015 الا ان سكانها في حالة نزوح للعام الثامن على التوالي موزعين بين مخيمات كردستان العراق وبقية مدن البلاد كما ان معظم المهجرين لا يرغبون بالعودة خوفا من بطش وانتهاكات الميليشيات المهيمنة على القضاء مصادر امنية كردية اكدت في وقت سابق ان ميليشيا الحشد ترى في سنجار منطقة استراتيجية لانتشارها وفق مخططات لفيلق قدس الايراني شمالي العراق وباعاز من الاخير خططت الميليشيات لتشكيل غرفة عمليات مشتركة بينها وبين عناصر بيكاكا في سنجار فيما كشف مصدر من داخل ميليشيا الحشد ان رئيسها فالح الفياض حصل على موافقة رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني على استحداث قوة جديدة بحجم لواء داخل سنجار معطيات قد تفسر بشكل واضح عدم تنفيذ اتفاق سنجار الى الان والذي نص حينها على اخراج كل الميليشيات من المدينة ونشر قوات حكومية رسمية تمهيدا لعودة سكانها ما يعني ان الوضع في سنجار لا يشي بوجود اي امل قريب في تخلصها من سطوة الميليشيات لا سيما بعد تحرك عناصر بيكاكا باتجاه تشكيل مجلس جديد من المحسوبين عليه او المؤيدين لوجوده لادارة شؤون المدينة